الانتفاخ الاحمرار في الجلد والحمى الشديدة هي الاعراض التي اصابت جل المواطنين بتيارت من لساعات البعوذة وادت لمعاناة سكان الولاية وتخوفهم الشديد من مضاعفات اخرى خطيرة تنتج عن هذه الحشرات في توضيح لأحد المختصين في الاوبئة ان تيارت حاليا يتكثر فيها نوع اخر وخطير من البعوذ السام والذي يعرف باسمه فليبتام ويوجد منه 19 نوعا وقد ظهر بعض الامطار الاخير نتيجة التقلبات الجوية فتيارت انتقلت من مرحلة البرودة الشديدة الى موجة حر كبيرة سهمت اكثر في ظهور هذه الحشر الدارة التي تتسبب في نقل دائد تيفويد وتعيش هذه الحشرة الدارة لمدة تصل الى ثلاثة اشهر وتطير على مسافة 12 كم وتبيض في اليوم الواحد 3000 بيضة ويمكن ان تنقل الفيروس لجسم الانسان على عمق ثلاثة ميلي متر من الجلد فهي تنقل الامراض الخطيرة نتيجة تنقلها المستمر في قنوات الصرف الصحية والاوساخ اين من المفروض ان تنطلق عملية ابادة هذه الحشرة بداية فيفري ومارس من كل سنة وبما ان هذا العام عرف انطارا غزيرة تأخرت الحملة لتشرع فيها كل مصالح البلدية بداية من شهر جوان الجاري فمن المفروض ان تتم عملية الابادة الان عن طريق ما يعرف بالمحاربة الطبيعية اي تجفيف البرك المائية والتي تعرف لدى المختصين بالمحاربة الميكانيكية وكذل قضاء على الحشائش الضرة التي شوهت الان عاصمة الولاية فظهرها كان بسبب الانطار التي ادت لانتشارها وهذا الامر مقلق للغاية مما قد يؤدي الى تكثر الحشرة باعداد كبيرة في حال عدم القيام بتجفيف مياه البرك المتوجدة عبر العديد من الاحياء السكنية ويؤكد ذات المصدر بان الاوساخ والقمامات المتراكمة وكذغي بعملية التنظيف واعادة تهيئة قنوات الصرف الصحية قد سهم بشكل كبير في انتشار البعوض الذي يدخل اسربا الى البيوت اشتركوا في القناة